سيادنا السلام عليكم اليوم عندنا اخبار متنوعة وغادي نبدوها بالخبر اللي علن عليه وزير الرياضة المغربي السيد شاكيب بن موسى اللي متل صاحب الجلالة في حفل بقلب العاصمة الرواندية كيقالي والتمثيل اللي متل فيه السيد شاكيب بن موسى صاحب الجلالة جيتسلم الجائزة ديال التمييز اللي قدمتها لكم في دراليا الافريقية اللي قتعلق بسنة الفين واثنين وعشرين طالت المغرب على ذلك الشي اللي قدم افريقيا في الفترة الاخيرة والوزير المغربي استغل الحفل ليعلن تقديم المغرب رسميا من في الترشح لاحتضان كأس العالم الفين وثلاثين بشاركة مع اسبانيا والبرتغال متمنوا تكون هاد المرة من ناصيبنا بعدما توفقناش في العديد من المرات بدءا من الف وتسعمية وابعة وتسعين مورورا الى الفين وعشر اللي داتها جنوب افريقيا باعتمادها على الرشوة اللي قدمها نيلسون مانديلا قاعد المغربة كي عرفوا هاد القصة الى سنة الفين وستو وعشرين اللي فزت بها امريكان بشاركة مع المكسيكو كندا وبصراحة هاد المرة المغرب بهاد الشاركة اللي قدم مع البلدال الابريا نتمنى تكون عنده حدود اوفر قوية وغادي يكون اكتر جاهزة ان شاء الله من قبل لانه الان عندنا ملاعب في المستوى وكذلك ملاعب للتدريب وبنية تحتية قوية من فنادر وطرق ومواصلات وكذلك المرتبة المشرفة اللي كي حظى بها المغرب كورويا واللي كيزكي هاد الاشتراك في ميلف ديال المونديال هو تقارب سياسي ديال المغرب مع الجارة الشمالية اسبانيا مؤخرا وسبق لنا وتكلمنا عليه في فيديو سابق بفضل السياسة الخارجية الجديدة ديال المغرب بقيادة ناصر بوريطا الموضوع التاني مشاهدين الكرام في هذا الفيديو واللائحة اللي علين عليها الناخب الوطني واليدرقرابي استعدادا للمباراة لغاية العبادة لبرازيل وكذلك البيرو هاد اللائحة عرفت بعض الغيابات ديال اللاعبين كانوا حاضرين في المونديال الأخير من بينهم أملاح ويحيي جبران وعرفت كذلك المنادات على بعض اللاعبين لأول مرة لحمل القميس الوطني لاعبين باقين صغار في السن وهاد الشي كيبشر بالخير في المستقبل لأنهم بتميزين في الفروق اللي كي لعبوا فيها حاليا والجميل في الندوة الصحفية هو أن الناخب الوطني واليدرقرابي من بعد ما سألت جميع الأسئلة ديال الصحفيين المتعلقة بمنتخب الوطني أخذ الكلمة والجميع الأسئلة لدي إلي السيدة أذو من يعني أثناء فتح بشهوره ، ومن يعني أثناء فتح بشهوره ، ومن يعني أثناء وليس يقصر أني سبب أمنات نابديه وفتح بشهورة وبشهور لأسطناء فتيسة وهي ما يتبط في حالة عجible . وبشهور لفصول ليدارده ويقبله ، وإنه يتبطه على الفتسد كان لذلك. فيما يحل التناول الى صورة كباليجة في يتبطر في السيد أما في حالة عقبلتك في كل حالة الغزئة. هو واحد الرجل والمؤسس وقال علي المضوط مع رئيس الجامعة الملكية المغربية الكرة القدم والجأة أن السيد فوزي القجاع ستتقدم بشكل جيد في الأهد الكرة القدم المغربية وقال بأنه يريد أن يوجه الشكر إلى فوز الأجاع على جميع الحواج اللي قدمها منذ رئاسة الجامعة الملكية وبالخصوص ستة شهر الأخرى اللي اشتغل معاه فيها عن قرب وما حدث في الأيام الأخيرة لم يعجب الرقراقي وقال كذلك بأن المساس بسمعة رئيس الجامعة الملكية هو مساس بالكرة الوطنية من الممكن انتقاد هذا الشخص فهو إنسان معرض للانتقاد ولقجع يؤمن بهذا لكن أن يصل الأمر إلى الشتم والسب فهذا غير مقبول لأن في هذه الضرفية لقجع هيئة الكثير من بنيات تحتية جيدة ومستوى كبير للمنتخبات والأندية الوطنية ولا أعتقد أن من ينخرط في هذه الحملة هم محبون لكرة القدم وبالخصوص كرة القدم المغربية وللتذكير مشاهدين الكرام فهذه الحملة ضد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فهي من جهات خارجية استغلت جهات داخل الوطن بحسابات مزورة للنيل من سمعة هذا الرجل يجب تطبيع القانون في الرياضة المغربية بصفة عامة لأن ما نشاهد في هذه الأوقات لا يبشر بالخير ممكن نختتم هذا الفيديو مشاهدين الكرام بوحد ملاحظة لأنه حاليا في المغرب جوج أسخاص كيخدموا المغرب بكل تفاني ومصداقية ويقدمون الكثير تحت الرعاية الملكية باش يطلعوا النيفو دي للمغرب أقولها بكل صراحة الأول هو مولم قص الدهبي وزير الخارجية ناصر بوريطا وفوزي الأقجع قاهر المتربسين ونتمنا ويبانون لنا أشخاص آخرين في مناسب مهمة أخرى بنفس روح التفاني والوطنية حتى نشوف المغرب أكثر تقدم في المستقبل إن شاء الله